الرسول حلمنا هذا في مرات أسيرة صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء كان يضع شيء مواضعه في كل شيء من أمر دنياه وأخرى صلى الله عليه وسلم لا يفرط ولا يحيد ولا يضيع ولا يقصر أيها الإخوة لا إفراط ولا تفريط لا وكس ولا شطط إنما هي المعدلة وخطة الوسط وخطة الوسط حتى في الوساء كان يمنحها عباد الله كان يخالف أيها الإخوة بين وصايا يبين وينوع بحسب المستوصي المسترشد المشتبين أوصني يا رسول الله قال لا تغضب كرر عليه ثلاثا وهو في كل ذلك يقول لا تغضب لأنه حدث بنور النبوة وبفراسة النبوة يخلقه أنه أمام إنسان غضوب خفيف يمكن أن يستخفه أي شيء بعض ناس هكذا مثل ملح على مقلاء في اللحظة يفور ما هذا؟ هذا من الحمق انتبهوا هذه صفة الأحمق الأحمق أهواج كل أحمق أهواج أو كل أهواج بالأحرى أحمق أفضل قد يكون أحمق ولا يكون أي أهواج لكن الأهواج أحمق الأهواج حمق قال تعالى وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ كُنْ جَبَلًا كُنْ رَاسِخًا لماذا أنت خفيف؟ قال هو قال لي الوقت متسع لم تخم القيامة اترك حتى يفرغ حتى ينتهي ثم تأتي أنت تدفع عن نفسك بفصل القول والخطاب في وقته وحلمك عن الجاهل كما قال الإمام علي عليه السلام يكثر أنصارك عليه احلم لن تغلب ولن يضيع حقه لا تهتج لا يستخفنك الله يقول كن رزينا أين الرجال؟ الرصينون الرزينون الثقلاء العقلاء أين؟ قلّوا الله أن يروا إلا في كتاب أو تحت التراب إن لله هكذا وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ استخفَّ قومه فأطاعوه استخفَّ قومه فأطاعوه لو كان عقله في رجله سبق الغزالة ولم تفوته الأرنب الشاعر يصف أحد الخفيفين جدا يقول عقله خفيف أخفع من رجل غزالة أو أرنب خفيف كلمة تطير بي قالوا عنك ككذا يجن جنونه لماذا؟ يبدأ يسب يجتم يغتاب يلعن قالوا عنك انتبه وإذا جاءهم أمر من الخوف أو الأمن إشاعات تسموه تدبير الإشاعة كيف نتعلم مع الإشاعات؟ مع الأقاويل مع النمائم مع النمائم والأقاويل من الأمن أو الخوف يعني إشاعات تتعلق بحال السلم الخوف تتعلق بحال الحرب في حال الحرب وعسكرة الوضع وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به المذايع الله لا يحب المذايع النبي قال ويل لأقماع القول من هم أقماع القول؟ الذين يسمعون ويذعون الكلام مباشرة في صحيح مسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع وفي رواية كذبا كفى بالمرء كذبا قال هذا كذاب ما هي حجتك زعم وفي الصحيح بئس مطية الرجل زعم أسوأ مركوبة تركبها مركوبة زعم دقول يقال يقال وخاصة إذا كانت المقالة في حق الأكابة من عباد الله لذلك قال ابن حبان ومجافات الأخيار والواقيعة فيهم من علامات الحنق ومجافات الحكمة ألا تخلط الأخيار وأن تقع في أعراضهم كمان يعني لا تستفيد منهم ولا من عقلهم ولا من علمهم ولا من تجاربهم وتقع في أعراضهم كمان ده الحمق معجون بطينة الحمق والعياذ بالله انتبه هكذا قال أذاع به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لا علمه الذين يستنبطونه منهم اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في شأن عسكري لا نتكلم ونثير في الناس الخوف والفزع لا نتكلم وإنما نحيي الأمر إلى العسكر إلى الجيش إلى أعلى سلطة عسكرية في الدولة هي تعرف تدبر في أمر مدني نحيل إلى السلطة المختصة إلى الجيهة المختصة تستطيع أن تميز الحق من الباطل والخاثر من الزباد وتضع الأمور في نصابها ينتهي كل شيء لا تكن من المذائع مذائع القول تسمع كل شيء وتتكلم تردد إياك وخاصة في الأكابر كما قلت على كل حال فالنبي قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب أوصني يا رسول الله أوصاه النبي حتى دون أن يستوصيه قال أحسن خلقك للناس قال كان آخر ما أوصاني به حين وضعت رجلي في الغرز معاذ بن جبل قال يا معاذ أن أحسن خلقك حسن يعني أن أحسن خلقك للناس وصيا أنتج الكامل وعالم ازدد من هذا المعاملة المعاملة شرف المعاملة رقي المعاملة كن عبدا راقيا كن عبدا راقيا أوصى ثالثا فقاله إياك وما يعتذر من الله أكبر كم نحن أحرياء بهذه الوصية أيها الإخوة محتاجون إلى أمثالها إياك وما يعتذر من قال أحد الصالحين لي أربعون سنة لم يبدر مني ما يحوجني أن أقول الأخي اعذرني اغفر لي لماذا لم يخطئ لا يخطئ في حق أحد فرون هذا من يكون ما هو نعته وصفته ما هي صفته صفته أن لسانه من وراء قلبه هذا القلب وهذا اللسان لا يتكلم كلمة لا يقول شيئا لا يتقدم إلى أمر بقول حتى ماذا حتى يجلئ نظر قلبه فيه مر ومرات 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 وينظر هل فيه مصلحة هل فيه خير هل فيه رضا الرب تبارك وتعالى هل صحت فيه النية والعزيمة والقصد إن كان كذلك أنفذناه فقلنا بإذن الله قول كله خير ونور إن لم يكن كذلك أمسكنا وسكتنا كظمنا هذا رجل حاقل إياك وما يعتذر منه ترى بعض الناس وقد يكون للكبراء في العلم أو العمل أو الرطب وكذا يغلص في المجلس الواحد عشرين مرة ويعتذر عشرين مرة يا رجل يا رجل أنت لم تعود كبيرا أنت أصبحت الآن لا شيء والله أصبحت لا شيء من الذي يحلجك وبعض الناس يعتذر إلى من هو دونه علما وعملا وسنا وقدرا ويأتي وأقبل رأسك وأقبل يديك يا أخي إن شئت لماذا تقبل لأنك غلطت عليه أخطأت في حقه وسفعت لماذا؟ لأن لسانك قبل قلبك بعض الناس لسانه قبل أي قلبه أمام قلبه قدام قلبه لا يخطر على قلبه شيء خاطر إلا نطق به لسانه الله أكبر حماقة النبي قال إياك وما يعتذر من فكر أنا أعلم بعض عباد الله والله يا أخواني قبل أن يتكلم بكلمة جمل خمس ست جمل والمضمون واحد يؤخر هذا أشهرا أشهرا خمسة أو ستة أشهر يتحين موعده ووقته حتى لا يؤذي أخا له في الله ليس جبنا ولا خوفا ولا تملقا إنما أدبا هكذا أدبه الله بهذا الأدب العالي حكمة هذه ما يؤتها يؤتها خيرا كثيرا وبعض الناس كما قد لكم كملح على مقلاء تصله كلمة في التو واللحظة يبدأ يحاقق ويحاسب ما آني يا أخي ويتورط لماذا؟ استأني بنفسك هنا يقولون استأني بنفسك آتي نفسك مهلة خذ وقتك يا رجل تثبت لذلك من علامات الحكيم التثبت والتريث ليس من مذايع القول ليس من مذايع القول وأوصى رابعا بالصلاة وأوصى خامسا ببر والدي وأوصى وصياه كانت مختلفة للأسف أدركنا الوقت طبعا نحن نحتاج إلى سلسلة خطب أيها الإخوة ولن نفي إلا بجزء يسير أيصر من اليسير وأنزر من المنزور من مقام تبيان حكمته صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لكننا محتاجون إليه